موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ألا وسلم أعزائي طلاب والطالبات الصف التاسع في شرح درس يريد من دروس كتاب اللغة العربية للصف التاسع الفصل الثاني درسنا لليوم بعنوان تطبيقات على المفاعل ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي أحد حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا يا ريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كثير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ التدريب الأول نقرأ النص الآتي ثم نجيب عن ما يليه من أسئلة يوم الأرض لقد اعتاد الاحتلال منذ عام 1948 مصادرة أراضي الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم وسن قوانين عديدة لتسريع المصادرة والاستيطان ولأن أغلبية الفلسطينيين اعتاشوا حينها على العمل في الأرض وهم يدركون قيمة الأرض في الصلاع ويستشعرون خطورة استهدافهم في أخصب أراضيهم ومصدر عيشهم فقد خرجوا يوم الثلاثين من آذار عام 1976 للميلاد رغم قرارات حظر التجوال والتهديد بالاعتقال وإطلاق النار في مظاهرات واسعة عمة الجليل والمثلثة والنقب رافقها حملة تضامن من أبناء شعبهم الفلسطيني في كل مكان احتجاجا على سرقة أرضهم فسقط ستة شهداء في قرى سخنين وعرابة وعرابة والطيبة إضافة إلى مئات الجرح والمعتقلين وفي كل عام يحيي عشاق الأرض تلك الذكرى بداية فصل الربيع إحياء يليق بعظمة شهدائها وذلك إبقاء على الذاكرة الفلسطينية زاخرة بمحطات التاريخ التي يصعب تجاوزها فقد أثبت فلسطيني الجليل والمثلث والنقب أنهم يسيرون على العهد سير الواثقين المؤمنين بحقهم المركون في زاوية ما من عتمة التاريخ وهم يعرفون أن هذا الحق بحاجة لأسراب من الهدهد تعمل في الأرض عيونها وتنبش الطرابة بمناقيرها نبش الباحث عن فردوسه المفقود ويعرفون أن بين أسمائهم المتسامقة وأرضهم المتفجرة حقولا من النماء وجداولا من الدماء وعهدا من الوفاء الذي لا تصفر أوراقه ولا تسقط مهما تقادم الخريف واشتد عليهم أو عليها قيض الصيف نعين علامة إعراب كل من المفردات التي تحتها خطوط طبعا كلمة أراضيهم هي مضاف إلي مجرور وعلامة جر الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل طبعا هي أساسا في أخصب أراضيهم طبعا أخصب إيش أخصب أراضيهم إذن أراضيهم مضاف إليه طبعا وهو مضاف وهم الضمير هم عبارة عن ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه كلمة زاخرة ابقاء على الذاكرة الفلسطينية زاخرة طبعا زاخرة عبارة عن حال منصوب وعلامة نصب الفتحة سير الوافقين المؤمنين طبعا المؤمنين عبارة عن نعت مجرور وعلامة جر الياء لأنه جمع مذكر سالم اثنين نستخرج المفاعل من النص ونصنفها وفق الجدول الآتي وعندنا نستخرج المفعول ونوعه وعلامة نصبه فزي ما احنا شايفين في الجدول عندي كلمة مصادرة مفعول به قوانين مفعول به حين طبعا هي مفعول فيه ليظرف زمان قيمة وخطورة عبارة عن مفعول به يوم عبارة عن مفعول فيه ليظرف زمان الجليل مفعول به وطبعا كلهم زي ما احنا شايفين منصوبين بالفتحة احتجاجا عبارة عن مفعول لأجله منصوب بالفتحة تلك عبارة عن مفعول به طبعا مبني في محل نصب لأنه ضمير او اسم اشارة بداية عبارة عن مفعول فيه ليظرف زمان احياء هي عبارة عن مفعول مطلق ابقاء عبارة عن مفعول لأجله سير عبارة عن مفعول مطلق التراب عبارة عن مفعول به ونبش بعبارة عن مفعول مطلق وبين عبارة عن مفعول به اللي هي ظرف مكان وبنلاحظ انه جميع المفعيل منصوبة بالفتحة في الشغير اسم الاشارة اللي هو تلك هو منصوب او مبني عفوا في محل نصب نيجي الان للتدريب الثاني نوظف الاسماء الاتية في جمل مفيدة بحيث تشمل المفاعيل التي مرت معنا عند الاسم صعود طبعا الجملة الموجودة او المثال عليها صعد المتسلق الجبل صعودا سريعا طبعا كلمة صعودا هنا عبارة عن مفعول مطلق وعلامة نصب الفتحة القرآن تلوت القرآن بخشوع وتدبر طبعا ماذا تلوت؟ تلوت القرآن اذا القرآن عبارة عن مفعول به منصوب بالفتحة مساء قابلت صديقي مساء اذا مساء عبارة عن مفعول فيه اللي هي ظرف الزمان منصوب بالفتحة نزولا اجلت الامتحان نزولا عند رغبة الطلاب طبعا نزولا هنا عبارة عن مفعول لأجله لماذا اجلت الامتحان نزولا عند رغبة الطلاب؟ اذا هي مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة تعلمت الحب من أمي طبعا ماذا تعلمت؟ تعلمت الحب اذا مفعول به منصوب بالفتحة الحبة هي عبارة عن مفعول به في هذه الجملة ضوابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حد فيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة